هذا ووصفت إسرائيل تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل جروسي حول النووي الإيراني بأنها بلا قيمة وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو إن رفاييل جروسي شخصية لها قيمة أدلت بتصريح بلا قيمة وقال جروسي السبت خلال زيارته طهران إن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية محظور وسيكون غير قانوني